أهلا بحضراتكم مرة تانية نتابع معكم الأخبار المختلفة وهذه المرة أخبار عن القوات المسلحة تحديدا القوات الجوية المصرية اللي استقبلت طيارتين جداد من طراز غفل علنت إذن القوات المسلحة انضمام الطيارتين الجداد من مقاتلات الجيل الرابع متعددة المهام من طراز غفل الفرنسي طبعا ودي بتمثل الدفعة الرابعة من هذا الطراز اللي بتصل مصر ليصل بذلك عدد الطائرات اللي حصلت عليها مصر 11 طيارة من منتصف عام 2015 11 طيارة وصلوا لمصر من أصل 24 طيارة من المقرر أنه تتسلمها مصر وفقا للاتفاق مع فرنسا طيارات الغفل يعني الخبراء بيشوفوا فيها إضافة قوية لقدرات القوات الجوية المصرية لأن لها خصائص فنية وأنظمة قتالية ونيرانية عالية جدا تستطيع تنفيذ المهام بمدى كبير على اتجاهات واستراتيجية مختلفة تتميز بالقدر على تعقب العديد من الأهداف الجوية والتعامل مع أكتر من هدف فيه توقيت واحد بالمناسبة فيه افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية يوم السبت الماضي شفنا عروض جوية كانت بتقوم بيها بعض طائرات الغفال اللي حصلت عليها مصر أيضا ده كان في حفلة تخريج دفعات جديدة من كريات العسكرية زي ما كنت بقول لحضراتكم منذ قليل وفقا لموقع جلوبل فاير المتخصص فيه الشؤون العسكرية الجيش المصري احتل المرتبة العشر عالميا والمرتبة الأولى عربيا فيه تصنيف عام 2017 وبنشوف قدام حضراتكم التصنيف عامل ازاي مصر بتأتي فيه المرتبة رقم عشرة على مستوى العالم الموقع بيعتمد في التصنيف العسكري الجيوش على اكتر من خمسين معيار زي تنوع الاسلحة وتطورها المرونة اللوجستيري القوات التعداد السكاني وغلا ترتيب الجيوش العشر الاقوى عالميا بالترتيب كده زي ما بنشوف الولايات المتحدة روسيا الصين رقم 3 الهند رقم 4 فرنسا بريطانيا اليابان تركيا ألمانيا مصر يعني اتصور انه في الترتيب كده ما فيهش مفاجأة في هذا الترتيب على المستوى العربي الترتيب مصر رقم 1 السعودية رقم 2 جزائر 3 سوريا 4 المغرب 5 ويعني ده اهم تقريبا او اقوى الجيوش في المنطقة العربية مصر تتقدم في المراكز بالمناسبة يعني في عام 2016 كانت كان الجيش المصري في المرتبة رقم 12 عالميا الان هو في المرتبة العشر